للتصعيد في غزة ارتدادات تتخطى حدود القطاع وإسرائيل لتشمل المنطقة فعلى جبهة لبنان مواجهة على شفال انفجار نتيجة التصعيد عند خطوط المواجهة المباشرة والتتنامي وطيرة التحذيرات الإسرائيلية من تأمين حدودها الشمالية مع لبنان بالقوة ومع تزايد التهديدات بتوسيع رقعة المواجهة كأحد تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا موقع حد بيارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأكد أنه قصف أيضا رفعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس من مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة ردا على قصف الاحتلال عدة مواقع في جنوب لبنان دبلوماسيا التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بوزير الخارجية البريطاني ديفيت كاميرون في بيروت كما تحدث مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية كاترين كولونا حول دعوة لبحث سيناريوهات الاشتباكات المتصاعدة بحثا عن وساطة دولية لنزع فتيل الأزمة قبل أن تقدم إسرائيل على فتح جبهة الحرب شاملة بحجة ردع حزب الله وفي ظل القصف المتبادل عبر الحدود بين جيش الاحتلال من ناحية وفصائل المقاومة في غزة وحزب الله في لبنان من ناحية أخرى يلتهب جنوب إسرائيل وشمالها ويضع على الطاولة سيناريوهات الحرب المفتوحة